يقول يعني في حديثي و القرأته أن امرأة حفظت سورة قاف من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أولاً هذا الحديث صحيح و إذا كان صحيحاً لماذا الخطبة لا يخطبون بسورة قاف أبو ليث بارك الله فيك بالنسبة لهذا الحديث حديث صحيح ثابت من حديث أم هشام بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر بسورة قاف حتى إنها قالت بأنها حفظت سورة قاف من لسان النبي عليه الصلاة والسلام و يخطب بها على المنبر كل جمعة طبعاً من حيث الثبوت الحديث ثابت و لله الحمد و حديث صحيح من حيث العمل العلماء هنا لهم مسلكان في قضية توجيه الحديث فمنهم من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب به ما في كل جمعة أخذ من ظاهر هذا الحديث و المسلك الثاني و هو الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بها أحياناً لأنه لما قالت في كل جمعة على التغليب على طريقة العرب في التعبير و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب أحياناً بسورة قاف بسورة قاف يعني كان يكثر من قراءة سورة قاف من على المنبر و هناك بعض التوجيهات لأهل العلم يعني مذكورة في كتب شروح الحديث أما قضية كون الخطبة يعني ما يخطبون فيها هذا تقصير منهم و عدم اهتمام بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام و لذلك المشروع للخطباء يكون لسورة قاف نصيب من خطبهم على أقل تقدير يعني لو مرة في السنة من باب إحياء هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم